عودة إلى الأخبار نقلت وكالت سبوتنكا الروسية للأنباء الديبلوماسيين قولهم أن روسيا والولايات المتحدة ستجرياني مشاورات حول شؤون التأشيرات في فيينا يوم الأربعة في وقت مبكر انكشف نائب وزير الخارجية الروسية سارجي راباكوف أن المشاورات الروسية الأمريكية لن تناقش فقط شؤون التأشيرات ولكنها ستنظر أيضا في جميع القضايا المتعلقة بوظائف البعثات الديبلوماسية والقنصلية بالإضافة لعوامل التحفيز الأخرى في العلاقات الثنائية هذا وقال راباكوف في خطابنا القاو في أول الشهر أن العلاقات الروسية الأمريكية أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليها خلال الحرب الباردة ودع الولايات المتحدة إلى الاستجابة لمخاوف روسيا من أجل تعزيز أسس الحوار وخفض مخاطر الصراع